لم يتبقى الكثير من الأيام عن العاشر من تشرين الأول المقبل حيث يوم الاقتراع المنتظر بالنسبة للنجفيين الذين علقوا أبرزا ما لهم تطلعات تركزت في أغلبها على ضرورة استثباب الأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتخاب طبقة سياسية واعية قادرة على التغيير للأفضل أمنياتنا بالانتخابات إن شاء الله الناس الأكفاء يطلعون ويرفعوا رأس البلد ويهتمون بالشعب يهتمون بالخدمات يهتمون بالناس يسوون إصلاحات نتمنى هذا نتمنى من اللي يفوز اللي يطلع إن شاء الله بيرفع ترأس أما على جانب الاستعدادات اليوم الانتخابات فيستمر العمل في مكتب مفوضية النجف لتنظيم عملية انتخابية تضمن مشاركة واسعة من الناخبين وبما يضمن سلامة الإجراءات لتحقيق المراد من يوم الاقتراح هناك فرق رصد ترصد جميع المخالفات التي قد تحدث في قريبة من مراكز التسجيل شكلت مفوضية مجامع واللي جاء الرصد منتشرة على جميع مراكز التسجيل لرصد جميع الدعاية الانتخابية في مفوضية الانتخابات تنفذ عملية انتخابية تبيح لجميع المرشحين وتضمن لهم حقوق الترشيح بالإضافة تتيح للناخب الإدلاء بصوته والمحافظة على صوته وما بين التفاعل في عكس رغبات الشارع النجفي بعد هذه الانتخابات والواقع السياسي والقرارات الحكومية يظل المفصل الحقيقي في الجانبين بما تسفر عنه صناديق الاقتراع واختيارات الناخبين في هذا اليوم ويأمل النجفيون بأن تسفر الانتخابات المقبلة عن طبقة سياسية تجلي مشاكلهم وتحسن من أوضاعهم الاقتصادية مع رغباتهم باستقرار أمني وسياسي عام في البلاد من النجف محمد رزاق التغيير